بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم ورحمة الله وبركاته لا نزل وإياكم في رحاب سورة العصر سورة العصر وعلاقتها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحلقة الماضية تناولنا بشكل من التفصيل بعض الدلالات والمعاني الخطيرة التي تحملها المعاني العامة التي وردت في هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر عندما يخسم الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا وتأتي الاستثناءات وليس استثناءا واحدا بل استثناءات لتبرزها بعد تلك الاستثناءات مفردة تدل على أن هناك هناك فردا ما أو هناك حالة ما أو هناك خصوصية ما بلحاظ المعنى العام هم الذين ينجون والأكثرية هم هلك يبقون تحت عنوان في خسر وهنا نفهم من خلال هذا السياق العام للسورة الأحاديث معنى الأحاديث والآيات الكثيرة التي تتحدث بذنب الكثرة و بمدح القلة قليل من عبادي الشكور أكثرهم لا يعقلون بالمقابل اليوم سنتحدث عن ما ورد بخصوص هذه الصورة من نصوص دالة على معاني ترتبط بعلي بن أبي طالب البداية مع ما ذكره الحاكم الحسكاني بشواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة 480 ينقل الحاكم الحسكاني حديثا عن أبي أمامة قال حدثني أبي بن كعب يعني يصل السند إلى هؤلاء قال قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعصر إن الإنسان لفي خسر وهنا يذكر يقرأها مع بيان المقصود منها بشكل مفصل فقال أبو جهل بن هشام إذن أبو جهل بن هشام هو الذي انطبق عليها عنوان لا في خسر إنسان لا في خسر بالمقابل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر علي بن أبي طالب هنا توقف قليلا أمام هذه الرمزية عندما يطلق على الذي هو في خسر على شخص وبالمقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضمن الاستثناء تنطبق على الشخص ماذا يعني؟ المعروف من كتب السيرة والتاريخ وما حصل في مرحلة البعثة في بدايتها أن رأس الكفر في مكة أشد الناس عداوة كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرهم أذية له كان أبو جهل وقصة سلو الجزور وغير ذلك من القصص المعروفة أبو جهل بن هشام كان من أشد الناس عداء وأذية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن هو في جهة من سيكون مقابله لابد أن يكون من أكثر الناس ذاك كان أكثر الناس أذية لابد أن يكون المقابل أكثر الناس حرصا وإيمانا والتزاما بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتمت المقابلة فالأول عبر عنه لفي خسر أبو جهل لشدة حرافة ولم يعطى هذا الوصف بالمقابل بالجهة الأخرى إلا لعلينا عليه السلام لشدة تفانيه في ذات الله وما قدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي كان في مكة آخر محطة من محطاتها عندما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاديا له بنفسه عندما قرر الهجرة أو أتاه أمر الله بأن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن فقد في تلك السنة عمه كافله أبو طالب وزوجته خديجة بن خويت هذا نص نأتي إلى نص آخر أيضا يحمل نفس المعنى ينقله الحاكم الحسكاني أيضا بشواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة أربعمية وواحدة وثمانين الحديث أيضا مروي عن أبي بن كعب ولكن بطريق آخر ذاك عن أبي أمامة إلى أبي بن كعب هذا من طريق آخر إلى أبي بن كعب قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر إن الإنسان لفي خسر فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تفسيرها الفرق بين هذا النص وذاك النص أنه ذاك يبدو بعد أن اتطبع تفسيرها إله فهذا النص مرحلة سابقة لما ورد في النص السابق فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تفسيرها فقال المتحدث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والعصر قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار قسم إلهي بأمر يتجدد في كل يوم تعيشونه أيها البشر إن الإنسان لفي خسر مصداقه الأبرز في ذلك قال هو أبو جهل بن هشام أبو جهل بن هشام لهو قمة الكفر وقمة الشرك وقمة الأذية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكمل أبي بن كعب في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا وتواصوا بالصبر اللي قلنا عنه مثل ما تحدثنا الأسبوع الماضي إنه آخر محطة من محطات الفلترة إنجاز التعبير من تلك المواصفات والاستثناءات هو الذي آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق تواصى بالصبر تواصى بالصبر قال كلام النبي قال هو علي هو علي طيب عندنا نص ثالث ينقله أيضا الحاكم الحسكاني بشواهد التنزيل جزء الثاني صفحة الرعمية واثنين واثمانين عن ابن عباس حبر الأمة في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر قال يعني أبا جهل إذن هنا نجد أن أبا جهل في كل تلك الروايات هو قمة الكفر قمة الانحراب عبر عنه أنه لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال هم علي كلام هنا ابن عباس وأضاف مع علي أناس من الصفوة مع علي سلمان سلمان منا أهل البيت وعبد الله ابن مسعود الذي ضربه الخليفة الثالث حتى كسر أضلعها هذا نص من النصوص عندنا نص آخر ينقله فراط الكوفي في تفسيره صفحة 607 الحديث هنا معنعنا يصل في سنده لمن؟ للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام فيه تفصيل أكثر يقول الإمام الصادق عليه السلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لهؤلاء اللي هم المستثنون من الخاسرين قال الإمام الصادق عليه السلام استثنى الله تعالى أهل صفوته هؤلاء المستثنون من أن يكونوا من الخاسرين أهل صفوته من خلقه حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب آمنوا فهمنا عملوا الصالحات فسرها الإمام هنا بأنهم أدوا الفرائض أنت عندك صلاة واجبة عندك صيام عندك حاج عندك خمص عندك زكاة عندك أشياء كثيرة الأمور التي أوجبها الله تعالى أدوا الفرائض ولكن هذه لم تكتمل وجود خيض آخر وتواصوا بالحق الحق الولاية الولاية لأهل البيت عليه السلام وهنا نفهم مدلول ذاك يعني عندما نجد بعض الشعراء الموالين القدماء قالوا أبياتا فهذه ليست مجرد ما يقوله الشاعر من باب كونها شقشقة لسان أو من باب مصاديق الآية والشعراء يتبعهم الغاوون إنهم يقولون ما لا يفعلون طرهم في كل واد يهيمون المسألة لا ليست من ذاك الباب والشعراء يتبعهم الغاوون حديث هناك قسم وهناك لا أناس ينقلون مضامين أحاديث وعوها وروها فصاغوها شعرا ذاك الشعر الذي يقول له أن عبدا أتى بالصالحات الأبيات المشهورة طبعا كل الأعمال أتى بها وعبادي وغيرها وغيرها ولكن القيد الأخير المصفات الأخيرة الشرط الأخير الأساس الذي من خلاله تقبل الأعمال لم يتحقق ألا وهو الولاية فمعنى ذلك لا يمكن أن تكون كل أعماله مقبولة فيقول هنا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام تواصوا بالحق الولاية بعد وأوصوا ضراريهم ومن خلفوا بالولاية يعني مش بس هم واصلوا عملوا على إيصال هذه الرسالة إلى الأجيال وهذا ما نجده الآن عندما نجد مثلا في عالمنا المعاصر أعداد الموالين رغم رغم كل مراحل الظلم والقهر التي مورست عبر الزمن تجد أن من يتمسك بالإيمان بالولاية ينقل ما وصل إليه إلى ذريته ولذا تجد المسألة في تكاثر باستمرار أوصوا ضراريهم ومن خلفوا بالولاية وبالصبر عليها هنا بيت القصيد الصبر على الولاية بعد الالتزام بالحق لأنه سيتعرضون سيتعرضون للأذى سيتعرضون للتشكيك سيتعرضون أشياء كثيرة كما حصل ويحصل فهنا من يتمسك بها يكون حينئذ من الناجي طيب عندنا نص آخر أيضا ذكره الحاكم الحسكاني في شواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة 482 الحديث هنا فيه أيضا خصوصية خصوصية للراوي وخصوصية للنص الذي ورد فيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتعرفوا يعني هذه عادة أنا أذكر صلى الله عليه وآله وسلم لأن بالنصوص الأصلية أن الكتب لا يقولونها يقولون صلى الله عليه وسلم والتزاما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لا تصلى عليه الصلاة البترة فنحن نلتزم بذلك وبالتالي نخرج عن النص الوارد بالمصادر لا نذكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر هو أبو جهل بن هشام هذا العنوان تطابقت عليه كل النصوص التي مرت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر قال هم علي وشيعته في بعض النصوص هو علي عندما ذكر في حديث آخر مثل سلمان وبالمسعود باعتبارهم من شيعته هنا الإمام الصادق هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث الذي ينقله أبو هريرة قال علي وشيعته وكم مرة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في مسمع من الجميع أنت وشيعتك الفائزون أنت وشيعتك وطبعا عندما يقول شيعتك كما ذكرناها مرارا ونكررها ليس مجرد الانتماء من خلال بطاقة هوية أو ما أشبه من خلال انتماء حقيقي والانتماء الحقيقي هو من جانب عقائدي ومن جانب عملي مثل ما توضحه هذه السورة آمنوا عاملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبر هؤلاء يكونون حينئذ من شيعة علي حقا الذين تنطبق عليهم الآي ويكونوا مستثنون من الخسران أما غيرهم فيبقى مع القسم الأول والعصر إن الإنسان لا في الأوصر طيب عندنا بعض نص يذكره الحاكم الحسكاني في شواهر التنزيل بالجزء الثاني صفحة 483 ينقلوا عن ابن عباس هنا يقول في هذا الحديث فيه تفصيل ماذا يقول قال ابن عباس جمع الله هذه الخصال أي خصال اللي وردت في في سورة العصر وجمع الله هذه الخصال كلها فعلي إلا الذين آمنوا كان والله هنا يبين كان والله أول المؤمنين إيمانا أول شخص آمن برسول الله هو علي بن أبي طالب طيب هذا القياد الأول لأخرج الناس من أخرج أخرج هذه المجموعة من الخسر ثم يكمل ابن عباس وعملوا الصالحات قال ابن عباس وكان أول من صلى وعبد الله من أهل الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه موقعيات عليه هذه مكانته قدما يتحدث السابقون السابقون فيها تكرار وتأكيد أولئك المقربون لأنه أحيانا تتحدث عن السابقين بمعنى الأعام قد تشمل مجموعة ولكن عندما قال السابقون السابقون رجعت إلى الأوائل كان والله أول المؤمنين إيمانا عملوا الصالحات كان أول من صلى وعبد الله من أهل الأرض مع رسول الله وتواصوا بالحق يعني بالقرآن موقعية علي والقرآن واضحة من كثير من النصوص عندما يقول هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق نفهم حقيقة العلقة بين علي والقرآن نفهم حقيقة العلقة بينما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أوصى به أمته تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيته نفهم حينئذ نترابط بهذا المعنى بعد يقول وتعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي هو تواصل بالحق عرف القرآن تعلمه من رسول الله عرف ناسخه ومنسوخه وكل ما يرتبط به يكمل ابن عباس يقول وكان من أبناء سبع وعشرين سنة هلأ هذه ماذا يقصد بها بأي فترة زمنية كان الإمام علي عليه السلام وعمر سبع وعشرين سنة لماذا ذكرت مش واضح ولكن يبدو من خلال السياخ أنه بالمرحلة التي اكتملت فيها كانت بمرحلة ما قبل الهجرة أو لحقة الهجرة لابد من التدقيق في هذه المسألة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني يقول ابن عباس وأوصى محمد عليا بالصبر عن الدنيا تعال انظر عزيزي إلى صبر عليه أما بالنسبة لنظرته إلى الدنيا ماذا قال ان دنياكم عندي امرتكم عندي أهوى من عطتي عندي ما يلقي ان دنياكم عندي عندما يقول والله لأن أبي تعالى حسك السعدان مسهدا وأجرف الأغلال مصفض أحب إلي من أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرا نظرت إلى الدنيا هكذا طلقتك ثلاثا إذن صبر مني وأما صبره على الأذى ممن من القريبين الذين كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى قال صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى يعني كأنه شيء بعينه نتصور الألم الذي يمكن أن يشعر به الإنسان إذا كان هناك شيء بعينه أو شيء بعنقه في رقبته في الحلق شجى أرى تراثي ناب إلى آخر فإذن التزم بالصبر عن الدنيا بعد يقول وأوصاه بحفظ فاطمة هنا متوقف عند هذه الكلمة أوصاه بحفظ فاطمة نفهم عندما طبق علي وصايا فاطمة الزهراء عليه السلام وعندما أوصت بأن تدفن ليلا ولا يحضر فلان وفلان جنازتها ولا يعرفوا قبرها كانت الرسالة قوي رسالة باقي عبر الأجيال إداني لأولئك عبر الزمن عندما طلع الصباح وعرفوا أنها دفنت ليلا وذهبوا إلى المقبرة فوجدوا أربعين قبرا قد حفرت في تلك الليلة فقال أحدهم لنحفرنا القبور لنعرف قبرها ونصلي عليها حينئذ ننطفض عليه لم ينطفض في كل المراحل عندما صودر عندما عملوا الانقلاب واستولوا على الحكم وعندما حصل ما حصل وصبر على كل الأذى أما هنا لا في وصيل فاطمة بأن يبقى قبرها مخفيا عنهم غضب ومعروف عندما يغضب ويلبس قباءه الأصفر حينئذ أدركوا أن الأمر سيختلف ما صبر عليه في المرحلة السابقة لن يصبر عليه الآن فسكت ثم يقول وأوصاه بجمع القرآن بعد موته عندما رفض البيعة لأبي بكر وألحه عليه في أكثر من مورد وقال بما قال أنني لن أضع ردائي حتى أجمع القرآن كتب القرآن كتب القرآن مبينا مبينا كل ما يرتبط به من تفسير ومن محكم ومن تشابه إلى آخرين وطبعا معروف قصتهم عندما رفضوا اعتماده فيما بعد بعد أوصاه بقضاء دينه غير ذلك وبغسله بعد موته هو اللي غسله هو اللي قضى دينه قبل الهجرة وبعد وفاته وأن يبني حول قبره حائطا لألا تؤذيه النساء بجلوسهن على قبره هنا نفهم أن الإنسان في هذه الحالة مثل النبي صلى الله عليه وسلم نظنه أنه ميت نقول أنه ميت ولكنه حي حي يسمع ويرى ويتأثر بكل تلك الأمور نحن لا نسمع نحن لا نرى والدليل أنه إذا كان الشهيد الله سبحانه وتعالى يقول عنه ولا تقول لمن يقتر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فكيف بالنبي وهو شهيد أيضا بعد وأوصاه بحفظ الحسن والحسين فذلك قوله وتواصل بالصابر إذا نفهم من خلال هذا السياق من المقصود على من تنطبق هذه السورة وفهمنا دور علي بن نبي طال بن عليه السلام في سياق هذه الآيات طبعا سننتقل للحديث عن سورة الكوثر ولكن بعد فاصل قصير فانتظرون من من مبلغ ومن من 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 صدق جد السلالة إذ من سرهم بثق هم الهداة لغير الخير ما سلك في كل عصر لنا من سرهم عبق أهل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات فعز الغصن والورق لله عاشوا وحب الله قد قصدوا ويشهد الليل والأسحار والغسق بلغ عدوا سعى في كرههم تعسا قد كان قبلك من في قلبه الحرق من يكره الآل لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب المحر يطوي عمره الغرق صلى الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم وطاه الكون والأفق هم النجوم وطاه الكون والأفق تحية طيبة عزيزي المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفصل وصل بنا الكلام إلى سورة الكوثر وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر طبعا هناك سياق عام بهذه الآية معروف وعند عامة المسلمين وعندما عير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أبتر الأبتر هو الذي لا عقب له لا ذرية له فقالوا إن محمدا أبتر فكان الجواب من الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك من يقول ذلك هو الأبتر هو الكوثر هو لها معنيان معنى يرتبط بما سيرد في تفسير هذه الآيات عن نهر في الجنة ومعنى مادي يفسر بفاطمة الزهراء عليه السلام وبالذرية الكثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابنته فاطمة الزهراء والمعروف الآن في زماننا وفي كل الأزمان لا يوجد قوم لهم تلك الأعداد الكبيرة والغفيرة المرتبطة نسبا التي تعود إلى رسول الله وإلى فاطمة الزهراء كما هو بذرية الزهراء عليه السلام في النص ماذا ورد حول هذه السورة بالمصادر التي نتحدث عنها وإلا المصادر التي تتناول سورة الكوثر كثيرة لا حصر لها شواهد التنزيل الحاكم الحسكان الجزء الثاني صفحة 486 ينقل حديثا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طال بن عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراني جبرائيل منازلي ومنازل أهل بيتي على الكوثر الكوثر هنا هو ذاك النهر في الجنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد في عالم الدنيا قبل أن يصل إلى ذاك اليوم الذي يصل إليه كل العباد سواء كان ذلك أثناء وجوده في عالم الدنيا أو عند المعراج والإسراء والمعراج لا فرق في ذلك منازلي ومنازل أهل بيتي على الكوثر طيب هذا نص نص آخر أيضا بينقلوا الحاكم الحسكاني جزء الثاني صفحة 486 عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريت الكوثر في الجنة قلت منازلي ومنازل أهل بيتي المعنى متطابق مع الحديث السابق طيب عندنا هون حديث لا فيه تفصيل أكثر شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 487 الحديث ينقله عطية العوفي عن أنس بن مالك قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك فقال قد أعطيت الكوثر النبي قال لأنس قلت وما الكوثر قال نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب شو خصوصية هذا النهر يا رسول الله قال لا يشرب أحد منه فيضماء من يشرب من نهر الكوثر لن يشعر بضماء أبدا ولا يتوضأ لا قد يقول قال ما المقصود يتوضأ شوني بدون يتوضوا للصلاة هناك هنا المعنى اللغة والليتوضأ يعني يتنظف ولا يتوضأ منه أحد أبدا فيشعث أشعث يعني اللي بصير يغباره وبصير عليه أوساخه وغير ذلك بعد هون بيت القصيد في هذا الحديث لا يشربه إنسان خفر ذمتي أي إنسان نقذ ذمتي خالف وصيتي لن يشرب من نهر الكوثر وهذا اللي يقول وارد فيه مصادر إخواننا من أتباع المدهب الإسلامية عندما ينقلون عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الحوض الحوض حوض نهر الكوثر فيأتي أناس من أصحابي فيمنعوا من الوصول إلى الحوض فأقول أصيحابي أصيحابي يقال له أنك لا تدري ماذا أحدث بعدك لقد انقلبوا على أعقابهم هذه ما يذكره في الصحاحة عند إخواننا طيب بعد يقول لا يشربه إنسان خفر ذمتي ولا من قتل أهل بيتي اللي قتل أهل بيته وإنه سيكون واللي قاتل وشوفوا بحثوا بالقائمة على من تنطبقه وكل واحد يفتش طيب عندنا نص آخر ينقله فرات الكوفي في تفسيره صفحة 609 الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال لما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا أعطيناك الكوثر قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا رسول الله لقد شرف الله هذا النهر وكرمه بأن خصك به وجعله لك فانعته لنا صفلنا لنا هذا نهر الكوثر قال نعم يا علي الكوثر نهر يجري من تحت عرش الله ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وصف النبي لنهر الكوثر حصاه الحصى اللي بأرضه الدر والياخوت والمرجان طرابه المسك الأزفر حشيشه الزعفران سنخ قوائمه عرش رب العالمين ثمره كأمثال القلال من الزبرجد الأخضر والياقوت والياقوت الأحمر والدر الأبيض يستبين ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بعد أن وصل إلى هذا المقام ثم ضرب بيده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام على جنبه فقال أما والله يا علي ما هو لي وحدي وإنما هو لي ولك ولمحبيك من بعدك خلينا نفهم لماذا تأثر النبي لأنه أدرك وعلم وعرف أن الكثيرين لن يصلوا إلى هذه المرتبة إلى تلك المكانة وهو الرؤوف الرحيم العطوف على أمتي ولكن من الذي الذي يختار الغواية ماذا تنتظر منه أن يفعل ولذا قال له الله تعالى في آية أخرى لا تذهب نفسك عليهم حصرات لست عليهم بمصيد دعهم هذا ما يرتبط بصورة الكوثر مما ورد بهذا طبعا بعد عندنا بضعة صور لنكمل حديثنا عن قصار الصور ولكن بالوقت المتبقي نذهب للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أو التي ترد إلى البرنامج على رقمي الواتس أب الذين يظهران أسفل الشاشة الرقم العراقي والرقم اللبناني عندنا سؤال ورد من الحج فوزي الضيف الدائم المحترم للبرنامج من الكاظمية المقدسة في العراق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل موضوع السؤال هو الآية خمسة وخمسين من سورة المائدة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون السؤال لماذا جاءت هذه الآية في سياق آيات ولاية اليهود والنصارى هذا السؤال وردم الحج فوز يا أخ فوزي حج فوزي عزيزنا الغالي قبل الجواب لابد من بيان عدة أمور لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام لابد من بيان عدة أمور ترتبط بهذه المسألة ثم نتحدث عن سياق الآي الأمر الأول الذي لابد من أن نلتفت إليه جميعا ويعرفه جميع المشاهدين والمتابعين الكرام أن آيات القرآن الكريم الموجود بين أيدينا الذي يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس ليست وفق ترتيب النزول النزول الذي أذاعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفيه تنزيل فيه نزول يعني نزل على قلبه ولكن عندما أذاع القرآن وأخبر به الأمة استمر على 23 سنة ترتيب النزول يختلف عن الترتيب الموجود بين أيدينا لأننا نعرف أول آية نزلت إقراء باسم ربك إلى آخر فهذا ترتيب آخر نجد الآن بين القرآن في أيدينا نفس الصورة قد تجد فيها آيات مكية وآيات مدنية لأن القرآن الكريم تقسم آياته منها ما نزل في مكة قبل الهجرة ومنها ما نزل في المدينة بعد إقامة الدولة بعد الهجرة فنفس الصورة تجد آيات من هنا وآيات من هناك طيب غير هيك تجد أحيانا عدة آيات للمرات في عندنا آيات قصار وآيات طوال عندنا عدة آيات تحكي عن موضوع واحد يعني الموضوع لا يكتمل إلا بقراءة مجموعة آيات وتجد بالعكس آي وحدة تتحدث عن أكثر من موضوع آي عن أكثر من موضوع بل أكثر منك جزء آي يتحدث عن موضوع ذلك جزء عن موضوع آخر هذه اللي بيتأمل بسياق آيات القرآنية من تلك الأمثلة مثلا من الأمثلة المشهورة أنه كيف أحيانا تدخل آي أو فقر من آي في سياق آي ويكون إلها معنى مستقل اللي هي آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لنزلت في سياق آيات تتحدث عن نساء النبي وأحكام خاصة بنساء النبي هيا فقرة الأولى الفقرة الثانية اللي لابد أن نتفت إله أنه هذا التدخل اللي حصل بين الآيات في الترتيب بين أيدينا لا شك ولا ريب أن فيه حكمة إلهية لأننا نجد أحيانا طارة تكون العبارة اللي هي خارج سياق بقية الآيات للفت النظر وهذا معروف أنه اسلوب أدبي بتكون أنت عم تتحدث بموضوع عم بتوجه كلامك شوي بتذكر جملة خارج هذا السياق تدل على معنى آخر فيلتفت السامع يكون قصدك أن تركز على هذا الجانب ثم تعود إلى موضوعك وهذه من المسائل البلاغية في اللغات العربية أحيانا قد يكون هذا التدخل لا لغاية أخرى لتمرير أمر ما ضمنا ضمن سياق آيات أخر والحفاظ عليه في سياق حفظ القرآن مما يمكن أن يتعرض له الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك الكثيرون من سعوا إلى إبعاد الناس عن القرآن وبالتالي تحريف وحذف وغير ذلك من الأمور التي حاول البعض القيامة بها ولكن يا أبو الله إلا أن يتمنع تارة يكون هذا التدخل لا لغاية أخرى لكشف جهالة أناس وبيان علم أناس يعني عندما تجد عبارات سهلة وبسيطة لا يفهمها يعني فاكهة وأبا لا يعلمها من تولى الأمور لإظهار الجاهل وبالمقابل ليبين أعلمية الذين يعلمون تأويله وتفسيره وقد يكون لأسباب لا نعلمها أيضاً ولا ندركها هذا في لحظ ما يرتبط بهذا الجاهل طيب فيه أمر تالت هذه الآية اللي هي موردة السؤال يا أفوزي آية الولاية بإجماع المفسرين المعتبرين وفق ما دلت عليه الروايات الصحيحة عن جميع المسلمين ورد بأنها نزلت بحق علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تصدق بخاتمه في الصلاة ومرت معنا بأحدى الحلقات تحدثنا عنها مفصلاً وبالتالي نستطيع القول أنه هذه الآية وفق ما بيناه أن لها معنى مستقل مستقل عما قبلها ومستقل عما بعدها ولكن يمكن أن نجد رابط أو إشارة بينها وبين مضمون مجموعة ثانية من الآيات سنتحدث عنهم لأنه راح أفصل شوي أكثر بموضوع الآيات ما قبلها وما بعدها نأتي إلى نص سؤالك يا حج فوزي نقول صيغة السؤال اللي ذكرته ليست دقيقة فالآية لم ترد كما ورد في سياق لم ترد في سياق آيات ولاية اليهود والنصارى كما ورد في صيغة السؤال لا بل بعد التأمل نجد أنها وردت في سياق واحدة من ثلاث مجموعات من الآيات القرآنية اللي نستطيع أن نبينها عندنا المجموعة الأولى من الآيات بنفس هذه السورة عشر آيات بتبدأ من الآية 41 إلى الآية 50 هذه الآيات العشرة ماذا تتحدث؟ تتحدث عن انحراف اليهود مسلكياً وعقائدياً وتحريفهم للتعاليم الإلهية وتمنعهم عن الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماً أنهم كانوا يتباهون بأنهم ينتظرون النبي الأمي فالآيات ماذا تقول للآية 41؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا عن اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم ولذا أسوأ وأقسى قلوب هي قلوب اليهود لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا نص القرآن الكلام ثم تأتي بقية الآيات العشرة اللي قلتها بنفس المعاني للآية خمسين اللي هي آخر واحدة منهم تقول عنهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسنوا من الله حكماً لقوم يقنون هذه مجموعة أولى من الواحدة وعربين للخمسين بهذه السؤال طيح عندنا مجموعة ثانية من الآيات بعد تلك المجموعة هذه مكونة من ثمان آيات ومن بينها لأي هي مورد سؤالك يا حج فوس هذه المجموعة الثانية من الآيات الخطاب موجه فيها للمؤمنين مش لليهود تلك العشرة كانت عن اليهود تحدث عن ذاك الجانب هنا عن المؤمنين ولكن بما تحمل من تنبيه للمؤمنين من اتباع أو تقليد اليهود والنصارى فذكر اليهود والنصارى بهذه الآيات من باب التحذير تحذير المؤمنين من اتباعهم وولايتهم فماذا نجد مثلا بالاي واحدة وخمسين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض والذين شاهدوا في أيامنا خير شاهد ليس كذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم الذين يدعون أنهم مسلمين من المسلمين ويتولون اليهود والنصارى شو حكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى قوله تعالى في الاي سبع وخمسين لنفسه السيق وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لو عندهم معقل ما بيمارسوا هذه الأعمال على الإطلاق طيب هي مجموعة تانية وبينتهم هذه الآية هلأ منتحدث عن الربط بينتهم ما هون المجموعة الثالفة ابتداء من الآية ثمينة وخمسين تعود هذه الآيات لتبين مدى انحراف اليهود عن التعاليم السماوي وعن العقاب والنتاج التي سيصلوا إليها فيقول تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبر وأن أكثركم فاسقون وصولا للآي 71 وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل طيب بعد أن لاحظنا هالمجموعات ثلاث من الآيات فإذا تأملنا في الآية مورد السؤال نجدها وردت في سياق المجموعة الثانية اللي قلناها من الآيات اللي هي خطاب خاص للمؤمنين ونلحظ هنا أن هناك تنبيه ضمني للمؤمنين لما يمكن أن تقع فيه هذه الأمة من انحراف يشبه الانحراف الذي وقع فيه اليهود من أمة عيسى الذي وقعت أمة موسى الذي وقعت فيه أمة موسى مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه تنبيه لمن؟ للمسلمين قالوا للنبي اليهود والنصارى تعني يا رسول الله قال فمن أعني لينقض عرى الإسلام عروة عروة فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة طيب الانحراف عن الإمامة هنا نفهم تأكيد الباري عز وجل بالآية للمجموعة الثانية بالوصائل للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون التي يعرف جميع المسلمين أنها نزلت بعلي بن أبي طالب عليه السلام فهنا ندرك أن هذه الآية مورد السؤال يا حج فوزي جاءت في هذا السياق له نصائح للمؤمنين لتبين وتدل على عنصر الأمان لهذه الأمة من الانحراف فإذا تخلت الأمة عن عنصر الأمان هذا لهو ولاية علينا عليه السلام تاهت كما تاهت أمة موسى من قبل فدلهم الله تعالى على المسار الذي يجب أن يتبعوا في حياتهم من خلال هذه الآية التي وضحت المسألة بشكل لا لبس فيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فهناك من هذه الأمة من ابتعد عن هذه الوصية فانطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكم تبعتموهم وعملتم كعملهم وقلتموهم في جميع ما فعلوا وانحرفتم كما انحرفوا والآيات الأولى تحدثت عن مدى انحرافهم ومدى بعدهم عن تعاليم الله تعالى وهنا جاءت هذه الآية العظيمة في هذا السياق ضمن هذه المجموعات الثلاث من الآيات القرآنية لتبين موقعية عنصر الأمان من هو عنصر الأمان لك يا أمة محمد هو علي بن أبي طالب عليه السلام والدليل في ذلك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بالتخصيص من؟ الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون وهو علي بن أبي طالب عليه السلام هذا ما يستطيع فهمه وبيانه من هذه الآية يا حج فوجيه إلى هنا نكون أعزائي قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة